أوسط السينمائيين على مدار الأيام اللي فاتت كان فيه الحقيقة جدل كبير جدا الجدل على إيه؟ الجدل حول لائحة متدولة عن أجور العاملين وأيضا يعني اللائحة دي متدولة عن العاملين وفقاتهم وتنظيم العمل والحقيقة إنه اللائحة دي مجهولة المصدر محدش عارف منين أو مين اللي كتبها أو مين اللي نشرها وبالتالي النهاردة قامت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية بدعوة أعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثلية ونقابة المهن السينمائية في اجتماع تشوري عشان يبقى كل الأطراف موجودة الاجتماع كان موجود النهاردة الخميس وامتد الأكثر من ساعتين الشركة المتحدة يعني كمان أصدرت الحقيقة بهذا البيان وفي البيان حول ما دار في الاجتماع وأكدت كمان يعني في هذا البيان أكدت أكد اتحاد المنتجين احترامهم الكامل لجميع العاملين بالصناعة وثانيا عدم الاعتماد عدم الاعتداد بأي لوائح خاصة وأنه لم تصدر إذا كانت هذه لوائح لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة لأي لوائح تم تدولها مؤخرا وهي إذا انتشرت فهي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية ثالثا أيضا في البيان أن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة رابعا ضرورة وضع ضوابط وأليات حاكمة للعملية الانتجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم وأيضا الجمع بين الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى خمسا أيضا في هذا البيان استمرار اللقاءات التشورية العاجلة بين نقيب المهن التمثلية نقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة للتنصيق فيما بينهم وما يضمن أيضا حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة هذا وأكدت شركة المتحدة دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه من اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثلية وأيضا المهن السينمائية وده شيء مهم جدا بأن كل الجهات منتبهة تماما ترجمة نانسي قنقر